السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم. سعدت بلقائكم وأتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والهفية. اليوم سوف أقدم لكم طريقة هي سحرية للتخلص من تجاعيد الأصابع واليدين ولكي أيضاً تتمتعوا ببياد خيالي بيديكم من أول استعمال. إن شاء الله سوف تلاحظون الفرق. فهذه الطريقة سوف تجربونها ولن تستغنوا عنها. سوف تخلصكم من تجاعيد اليدين والأصابع بسرعة. إذن حبيباتي قبل المرور لمكونات وطريقة اليوم أتمنى منكم أن تدعموني بالتغط على زر لايك. هذا لتشجيعي على نشر المزيد من الوصفات المجربة والمضمونة. وأيضاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وذلك بالتغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو مع تفعيل الجرس الصغير بجانبه ليصلكم كل جديد من الخلطات فور نزولها على القناة. بالنسبة لطريقة التخلص من تجاعيد الأصابع واليدين هذه تستخدم مرتين بالأسبوع للحصول على يدين بيضاء ومشذوذة وناعمة الملمس كذلك خالية من التجاعيد والتصبغات في نفس الوقت. فكما نعلم حبيباتي فكثرة التنظيف والغسيل هو ما يسبب جفاف اليدين مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد بهما. لذلك أنصحكم دائماً بوضع قفازات لحماية اليدين لكي لا تصابون بتجاعيد اليدين ولكي أيضاً تتخلصوا من السواد بيديكم. بالنسبة لطريقة التخلص من تجاعيد الأصابع واليدين وتبيضهما أيضاً لليوم فهي تتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى وهي مرحلة تقشير اليدين. يمكنكم هنا استخدام أي مقشر تريدونه يمكنكم استخدام يعني مقشر التماثم وذلك بأخذ نصف حب التماثم. تقومون بغمرها في السكر الخشن ثم تفركونها تفركون بها اليدين حتى تزيلون كل الخلايا الميتة. كما يمكنكم أيضاً تقشير اليدين باستخدام مقشر الليمون الحامد والسكر الخشن أيضاً. فبنسبة حبيباتي لهذا المقشر نأخذ إناء بهذا الشكل سنضع فيه تقريباً ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة من السكر الخشن كما تلاحظون. بعد ذلك سوف نضيف مقدار ملعقة من عصير الليمون الحامد. سنضيف هنا ما يعادل مقدار ملعقة بهذا الشكل. ثم سنضيف ثالث مكون وهو مرطب أساسي لليدين يعمل على إزالة التجعيد أيضاً. سنضيف هنا مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. هكذا. ونبدأ ندمج هذا المقشر مكونات المقشر كما ترون. بعد ذلك نأخذ هذه الخلطة نقوم بتمريرها على كامل بشرة اليدين يعني مباشرة. بعد دمجها نأخذ هذا المقشر نقوم بتمريره بهذه الطريقة بحركات دائرية على اليدين. وبالخصوص المفاصل لإزالة السواد عليها نستمر هكذا بحركات دائرية تقريباً مدة عشر دقائق حتى نعمل على إزالة كل الخلايا الميتة وكذلك الشوائفة. وبهذه الطريقة أيضاً سوف نعمل على إزالة الإسمرار وكذلك سوف نعمل على تغذية البشرة في نفس الوقت لأن الليمو الحامض هو من المكونات التي تعمل على تبييض اليدين بسرعة هائلة. كما أن زيت الزيتون مرتب ممتاز والسكر الخشن فهو مقشر لإزالة الخلايا الميتة التي تسبب إسمرار اليدين. بعدما ننتهي من عملية التقشير سوف نمر الآن إلى تحضير الماسك أو الوصفة التي سوف نقوم بتطبيقها بعد هذا المقشر. إذن على بركة الله بعدما قمنا بعملية تقشير لليدين قمنا بغسلهما جيداً بالماء الدافئ ثم قمنا أيضاً بتجفيفهم. بعد ذلك سنمر لتحضير الماسك للتخلص من تجاعد الأصابع واليدين. هذا الماسك هو ماسك رائع جداً يعالج التجاعد بفعالية فهو كذلك ماسك يعمل على تبييض اليدين بسرعة خيالية. سنحتاج فيه تقريباً إلى ما يعادل مقدار ملعقة من الشوفان. أيضاً مقدار ملعقة من زيت الزيتون يمكنكم أيضاً هنا تعويض زيت الزيتون كذلك بزيت الورد أو زيت اللوز الحلو. أي حسب ما هو متوفر لديكم وسنحتاج أيضاً إلى مقدار ملعقة من الحليب السائل الكامل الدسم. أول شيء تقومون به تأخذون حبيبات الشوفان تقومون بتحنها جيداً حتى تحصلون على مطحون الشوفان أو دقيق الشوفان بهذا الشكل كما هو موضح في الفيديو. يعني يكون رطب جداً وناعم. إذن على بركة الله في إناء مناسب سنأخذ تقريباً مقدار ملعقة بهذا الشكل من مطحون الشوفان أو مطحون الخرطال كما يسمى في بعض الدول. بعد ذلك سوف نضيف مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونبدأ هنا نضيف الحليب تدريجياً الحليب السائل الكامل الدسم نضيفه تدريجياً حتى تتجانس لنا هذه المكونات مع بعضها البعض بهذا الشكل ونستمر في ذمج المكونات مع بعض. كما يمكنكم هنا إضافة بضع قطرات من عصير الليمون الحامض. بعد ذلك تطبقون هذا الماسك على اليدين وتتركونه لمدة 30 دقيقة. بعد مرور هذه المدة سنقوم بغسل اليدين بالماء البارد ثم نقوم بتجفيف اليدين جيداً. وفي الأخير ضروري استخدام أي مرطب لترطيب اليدين أو كريم متوفر لديكم. تستخدم هذه الطريقة السحرية مرتين بالأسبوع لتتمتعوا بأيادي مشدودة خالية من التجاعد وأيضاً بيضاء كالحليب. فقط ستلاحظون النتيجة من أول استخدام إن شاء الله فقط داوموا على هذه الخلطة إلى أن تختفي التجاعد من اليدين نهائياً. إذن حبيباتي أتمنى أن تنال إعجابكم خلطة اليوم. أنتظر آراءكم واقتراحاتكم لفيديوهات قادمة إن شاء الله. وادمتم في أمان الله.